عزيزي وتنمية الحركة التعليمية بمنطقة تابوك تفقد معالي وزير التعليم الدكتور حمد علي الشيخ مشروعات جامعة تابوك التعليمية والبحثية والصحية ودشنا خلال زيارته وحدة المحاكات الكلينيكية للتدريب الطبي والمهارات التخصصية التي تهدف إلى تدريب الطلاب وتعليمهم المهارات في بيئة آمنة كما افتتح معالي وزير التعليم مركز الابتكار الصناعي والريبورت بجامعة تابوك والذي يعمل على منظومة معرفية قائمة على البحث والتطوير لبناء مجتمع معرفي متقدم صناعيا وتوفير فرص استثمارية في مجال الصناعة والريبورت والذكاء الصناعي مركز الابتكار اعتقد ان المفترض يكون فيه شراكات الجامعة عملت شراكات خارجية وعملت ربما تعمل على شراكات داخلية في داخل المملكة ولكن انا ظني انه بحكم وجود جامعة تابوك قريبة من نيوم ومدينة نيوم ومشروع نيوم الكبير انه بيكون لها ايضا شراكات فيما يتعلق بمدينة المستقبل خصوصا وانه يتعلق بالابتكار والروبوت وهي المفترض ان تكون مدينة حديثة كما تفقد معالي وزير التعليم مشروع المستشفى الجامعي ومراحل البناء التي وصل اليها ومشروعات الجامعة الجاري تنفيذها كما اوضح معالي وزير التعليم الان الوزارة تعمل على مخرجات التعليم لتواكب سوق العمل لدينا الان دراسة تتعلق بتحويل كليات المجتمع الى كليات تطبيقية تكون فيها برامج من السنة الى السنتين وتكون كل هذه البرامج مبنية على مهارات القرن الواحد والعشرين متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية تأتي هذه الزيارة لمنطقة تابوك لما تشهده المنطقة من تطور ومشروعات اقتصادية وسياحية عملاقة محمد الرحيل تابوك